طلق الرئيس عبد الفتح السيسي برقيات التهنئة من الوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو هذا وتقدم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمان العام للدوري وهيئة الإفتاء في العالم بخالص التهنئة إلى الرئيس السيسي وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى التورة وأكد أنها سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب والقوات المسلحة كما أكد مفتي الجمهورية أن تورة يوليو المجيدة ضربت أروع الأمتلة لانحياز الجيش المصري العظيم إلى تطلعات الشعب وأماله في الحياة التي تقوم على العدالة الاجتماعية والاهتمام بالطبقة الكادحة